بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن Immunity Immunity يعني المنيعة او Body Defense Mechanism الميكانيزم بتاع الايه؟ الدفاع عن الجسم احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت ان احنا خلايا الدم البيضة او كرات الدم البيضة الويت بلاتسلز هي المسؤولة عن ايه؟ عن الدفاع عن الجسم واتكلمنا عنها وعرفنا انواعها وكل نوع بيمثل النسبة بتاعته وعرفنا النسبة الطبيعية بتاعت الكرات الدم البيضة اللي هي 4000 في الدم يعني من 4000 ل 11000 ماشي؟ النهاردة بقى هناخد المنيعة المسؤول عنها كرات الدم البيضة فلازم ما ناخدش الويت بلاتسلز وما نتكلمش عن الميونيتي هناخد نبزة صغيرة كده عن تعريف تيزة قابلتي قدرة الجسم توريزست الباسوجينيك ايه؟ ايجنت ريزست اللي هو يقوم الباسوجينيك ايجنت اللي هو الكائنات اللي هو العوامل الممرضة او السموم ذات ما يكوز ايه؟ ذات ما يكوز ديزيزز اللي ممكن تسبب ايه؟ امراض يبقى تعريف الاميونيتي تيزة قابلتي اوف زا بادي توريزست الباسوجينيك ايجنتيس اور توكسينز ذات ما يكوز ايه؟ ديزيزز طيب ببساطة يا جماعة في شرح مبسط جدا ايه ايه اي جبوا بقى زي ما انا قلتلكوا ورقة كبيرة كده وإقلام ألوان واكتبوا زي ما انا بعمل كده حتكتبوا التعريف tenga وبعد كده الاميونيتي هيبقى في منها نوعين ؟ نيتشرل ذات طبيعية العلمان المناع طبيعي وبينقصين كده نناسبسيفيك واقويرد يعني المناع المكتسبة اللي هي الايه؟ ماشي يا يبقى كده الأنوعين بتوعي ميه ؟ ناتشرل واقويرد المناع طبيعي انا كنت ما كلمتكو عنها اصبار اعني باختصار كده النهار ده بناتكلم عنها باستفادة شوية المناعة الطبيعية يعني يا جماعة المناعة الطبيعية يعني هي موجودة طبيعي في الجسم يعني وهناخد امثلة لها الاربع امثلة دول وهنعرف موصفاتها ايه بتكون نانس بسيفك يعني ايه نانس بسيفك عايزة فاهمكم نانس بسيفك دي نانس بسيفك يعني غير متخصصة لباسوجين او كائن ممرض بعينه تفاهمين ازاي؟ هدوكم ساي التطعيم مسح الطفل اللي بروح يطعم في الوحدة الصحية او في مكاتب الصحة او الكلام ده بروح يطعم عموما لكل الامراض ولا بيكون مثلا تطعيم ضد فيروس بي تطعيم ضد معرفش فيروس ايه تطعيم ضد الالتهاب الرئوي اللي احنا لسه وغدينه محضر اللي فاتت صح؟ ده اسمه ايه؟ ده هنقدر نقول انه هو مناعة طبيعية؟ هيددله مناعة طبيعية؟ لا مش هيددله مناعة طبيعية ده هو ميددله على حاج اللي بصجن معين ماشي؟ إنما المناعة الطبيعية ده من رحمة ربنا بينا انه هي لكل الايه؟ لكل انواع البصجنز اللي هي الكائنات الممرضة يبقى نان ايه؟ لازم نفهمها لانها ممكن تيجي ممكن تيجي ترول فورت صح وغلط الناتشورال اميونيتي اس بيس اس بيسيفك اعملها ايه؟ اكون انا فاهمة ايه هي الناتشورال اميونيتي ده المناعة الطبيعية ايه هي؟ ومعنى اس بيسيفك يعني اروح انا عاملها ايه؟ لان هي نان اس بيسيفك نان اس بيسيفك مش يعني اس بيسيفك ده يعني خاص بحاجة واحدة بس او بكائن ممرض واحد هي مش هي غير مخصصة لكائن واحد ماشي؟ دي المناعة الايه؟ الطبيعية طيب تاني نقطة فيها نضي بين دون ما بتعتمدش على الناتشورالطبيعة لا تعتمد على طبيعة ولا نوع الايه؟ المادة اللي هي هتسبب ضرر ما بتعتمدش عليها لايه؟ شغلة مع كله ماشي؟ شغلة مع كل الايه؟ كل الحاجة اللي هتئذل لجسم الانسان هي شغلة معاه ده معنى الايه؟ من الاخر كده رابط سريع ما فيش وقت للايه؟ للتفكير ودي من رحمة ربنا بينا ان ما فيش وقت يعني سبحان الله الدفاع بتاعها بيكون سريع انهرتد انهرتد يعني اه تورس ماشي؟ النقطة التالتة نود دي بندقون ما بتعتمدش علي بريفياس اكسبوجر توز ايه؟ توينفكشن اه ما بتعتمدش علي ان هو مثلا الجسم دايما بيسمعوا كلمة جسمه خد مناع جسم الانسان ده خد مناع كده هو اه كلمة عامة وخلاص بس ما حدش فهم انا عايزاكوا بقى تفهموها نود دي بندقون المناعة الطبيعية ما بتعتمدش علي ان الانسان اصاب بنفس البكتيريا او الفيروس او الحاجة اللي قزيته دي قبل كده بمعنى ان احنا لو اه هو في التطعيم مثلا لما الطفل بياخد التطعيم هو بياخد التطعيم ليه؟ التطعيم عشان هو يعني لا قدر له لو مثلا واخد ضد فيروس ايه؟ ضد فيروس ايه ايه؟ بعد كده حصل له عدوى هو خلاص خد ايه؟ اتكون في جسمه حاجة اسمها انتباضيز اجسام مضادة بحيث ان لو جي الفيروس بعد كده اه تم عدوة الطفل ده بالفيروس ايه؟ الفيروس اللي هو الانتجين هيخش الجسم هيخش الدم هيلاقي فيه ايه اللي موجود طبيعي بقى موجودة هو اللي هي الايه؟ الانتباضيز الاجسام المضاد فتروح مسكف ايه؟ في الانتجين اللي هو الفيروس اللي داخل ده فهما الاتنين الانتجين مع الانتباضي خلاص الانتبادي بروح ايه مموت الانتجن اللي هو الفيروس او اي او البكتيريا او اي ايه او اي ضرر بيخش الجسم الانسان فده معنا ان هي ايه ان كان فيه previous ايه ان الانسان متعرض لعدوى قبل كده انما في المناعة الطبيعية ما بتاعتمدش ما بتاعتمدش عن الانسان ايه يصاب بعدوى قبل كده يعني اصاب ما اصابش يخد التطعيم ما اخدش هي شغالة سبحان الله دي من الرحمة ربنا بينا اللي هي المناعة الطبيعية شغالة سلكة في كله بعد كده زي ايه بقى المناعة الطبيعية اللي احنا عم نتكلم عنها من الصبح دي الجلد بتاع الانسان الجلد نفسه سبحان الله فيه والميوكس من برينز الاغشية المخاطية اللي موجودة في الفم واللي موجودة في الامعاء واللي موجودة في الفجينة الفجينة اللي موجودة في النوز الانف كل دي ايه كل دي منع طبعي ليه هو الان يعني مثلا الميكروب يجي يخش الميكوس الميكوس ممبرين الاخشية المخاطية دي فيها كم من الخلايا الدم البيضة كبير جدا لو الحاجة اللي جاية هتقزيني يروح عمل لها ايه يتخلص منها اللي سكن نفس الجلد بتاع الانسان انا قلتلكم في الميكرو ان الجلد عليه كم من النورمال فلورا اللي هي الكائنات الحية اللي عايشة البكتيريا اللي هي اللي النفعة او اللي هي عايشة على جسم الانسان على جلد الانسان بس ما بتقزهوش اللي هي الكومنسالزم ماشي وفي نفس الوقت الجلد نفسه بي ايه يعتبر كوسيلة للدفاع عن عن جسم الانسان الجلد سبحان الله تاني حاجة افراز الحمض بتاع المعدة ده يعتبر ايه نتشوراء الاميونيتي بناعيها طبعي الاسد سكريش ليه يعني ايه ما اقل لي يعني ايه المعدة هي الاسد سكريش ان ده الحمض بتاع المعدة بيحمل معده نفسها بيحمل معده نفسها من ايه من عملية الهضم لايه المعدة ما هي عضو مسكولر عضو عضلي الأكل داخل وبيتهضم والمعدة شغالة المعدة ما بتقفش المعدة حتى لو ما فيش أكله والإنسان صيم الحركة بتاعت المعدة بتكون حركة اهتزازية بسيطة كده فمع حركتها لو ما فيش الحمض ده حامي المعدة اتفاقى المعدة هتتعب أو يحصل لها حاجبة ده تاني نوع من الناتشورال اميونيتي وكمان بيحتوي على إيه بيحتوي على إنه إنسان خد أو بدخل في المعدة أي حاجة مضرة المعدة بطبيعها بالناتشورال اميونيتي بتتخلص منه تالت نوع أو تالت حاجة الفاجوسيتك ويت بلات سيلز الفاجوسيتك ويت بلات سيلز خلاية دم البضل أكولة فاجوسيتك دي يعني أكولة هم نوعين وأنا شرحتهم في المحاضرة اللي فاتت ايه هو الفاجوسيتك النيوتروفيلز والمونو ايه والمونوسايتس هم دول الخلاية الأكولة من الويت بلات سيلز رابع نقطة فيه الدم بص واقع الدم الدم نفسه فيه مناعة طبيعية بمعنى إن الدم سبحان الله البلد بيفرز مواد معينة ذات التاش يعني التاش دي يا جماعة بتلتسك طوالفورين أورجانيزمز الكائنات الغريبة أند توكسينز والسموم زين دستوريزم وبعد كده بتعمل لها دستوري هو الدم اللي الدم بتاع الإنسان يعتبر منعة طبيعية كده شرحنا المناعة الطبيعية نيجي بقى للمكتسبة دي بقى من اسمها كده المفروض احنا نكون فاهمينها يعني ايه يعني اللي هي المكتسبة مكتسبة يعني ايه يعني لازم عدوة عدوة سابقة قبل كده عشان يحصل يتكون أجسام مضادة أو يتكون ايه كيميكالز في الجسم الدفع عنه بتبنيجي نشوف تعرفها هي بتكون اكوايرد اور اسبيسيفيك اسبيسيفيك يعني متخصصة الحاجة لوان طيب سيرتن طيب اف ايه فباسوجينز انما نيتشرال نان اسبيسيفيك يبقى الاكوايرد المكتسبة او الاسبيسيفيك هي بتكون اسبيسيفيك تو سيرتن طيب اف ايه اف باسوجينز طيب طيب هي عبارة عن ايه بقى او الكي بتاعها يعني الاكوايرد اللي بناها المكتسبة ايه اللي يتحكم فيها او نوع الخلية انا المحاضرة فاتت قلتلكو البي والتي سيلز ليمفوسايتس ماشي المحور بتاع الاكوايرد او الاسبيسيفيك هو الايه هو الليمفوسايتس الليمفوسايتس في منها نوعين بي سيلز وتي سيلز طيب الاكوايرد بقى الاكوايرد اميونيتي في منها كب نوع في منها هم وانو عين اتنين. وبكل بساطة انا عامل لكم التخطيط ده. قلتلكوا هاتوا ورقة واكتبوه. انا بتصورها اهو. واقافوا الفيديو واكتبوه زي ما انا عاملة كده. يبقى في منها الهيوميرل والسيلولار. بكل بساطة ايه هي الهيوميرل دي? الهيوميرل اه اللي هي البي اللي احنا عندنا قلتلكوا اللي هيتحكم في الاكوايرد المناء الاكوايرد البي سيلز والتي سيلز. طيب ما هي الاكوايرد اصلا عبارة عن ايه? عبارة عن اه هيوميرل وايه? والسيلولار. ماشي? الهيوميرل اللي بتحكم فيها البي سيلز. اللي هو الايه? الانتباضي ميدياتد. اللي هيشتغل هنا هو الايه? الانتباضي. الاجسام المضاد. طيب البي سيل هيحصل لها اكتيفيتد. انتو بيتم تنشطها الى حاجة اسمها البي لازما سيلز. طيب البي لازما سيلز ده هتعمل ايه? سيكريت هتفرز الانتباضي. الانتباضي اللي هي الاكسام الايه? المضادة. الاكسام المضادة ازاة ايه? بعد احنا عارفين بقى دور الاكسام المضادة. اتاتش ان الانفيدنج ايجات. هي اتاتش يعني بتمسك. امسك حرومي. ماشي? الانتباضي بتعمل اتاتش. انفيدنج ايه? ايجات. خلاص. يبقى البي سيلز. البي لومفوسيتس. بيحصل لها اكتيفيتد انتو. يعني بيتم تنشطها الى حاجة اسمها البي لازما سيلز. والبي لازما سيلز سيكريت اللي ايه? الانتباضي. ده مهم جدا وكان جاي في الامتحين بتاع التمهيده. وبيجي في كل امتحين. الهيومران والسيلولر. طيب السيلولر اللي يتحكم فيها اللي هو بنكوسين هنكتب التي سيل. اللي هي وكمان سيل ميدياتد. ماشي? مش انتباضيز. هنا مفيش انتباضيز. تي سيلز. تي سيل وسيل ايه ميدياتد. هنشوف بقى بتتعمل ازاي او بتمشي ازاي. التي سيلز يا جماعة. ده نوع من انواع الليمفوسيتس. هيحصل له ديفرانشييشن او ديفرانشيات انتو. يعني ديفرانشيات يعني بايه? بتتفرع او مش فكرة للمعنى بتقلم من مينة ديفرانشيات انتو اكتيفيتد ايفكتور سيلز. اكتيفيتد ايفكتور سيلز. اكتيفيتد ايفكتور سيلز. نحفظها اسا كده زي ما هي كده. ماشيه? وبعد كده الأكتيفيتود ايفكتور سيلز ده هتعمل ايه? يعني توفرز او كيميكالز. الكيميكالز دي بقى هتعمل ايه? يبقى احنا كده وصلنا الهدف بتاعنا. يبقى اكتفيتد افكتور سيلز. والاكتفيتد افكتور سيلز ايه? الكيميكالز. الكيميكالز دي ديستوري الايه? الباسوجينيك ايه? ايجان. اخر نقطة هنتكلم فيها في المنيعة ان لو كانت عند عدوى بكترية يبقى اللي هيشتغل الهيومرا الايه? اللي هي بتاعت الايه? طيب لو كان العدوى فيروسية وده نقطة مهمة ممكن تيجي. او العدوى فطرية اللي هو الفانجوي او فيو بكتيريا انواع قليلة يعني من البكتيريا اللي هيشتغل اللي هو السيلولار اميونيتي. ماشي? لو استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناة واعافية عندكم زر الجرس هتضغطوا عليه. هيزهر كلمة الكل تضغطوا عليها. والسلام عليكم ومراحة الله وبركاته. اشتركوا في القناة